اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة برنامجكم شباب على الأول احنا في برنامجنا بنستضيف العدد ديد من النماذج الشبابية اذا كان ليه background او خلفية تعليمية خلفية خبرة مجال ما او في عمل ما بيستفيد منه بنفهم منه ازاي يوصل لهذه المرحلة وازاي ممكن يفيد غيره او يفيد الناس لحوالي ازاي وايه اللي ممكن يستفيد بيه بعد كده ويتطور المكان اللي هو عايش فيه لانه بعد تطور المكان عايش فيه فبالتالي المجتمع نفسه كله يتطور موضوعنا النهاردة هيكون مع مجموعة من شباب كلية الأداب قسم الإعلام الشعبة الصحافة بيتكلموا او عملوا مجلة اسمها ميكانو المجلة دي اسمها مبادرة او مجلة ابني ابنك انا لسه هتكلم معاهم ابني ابنك هي بتحمل كذا معنى فيه المعنى الاول اللي هو ابني زي ابنك ابني انا زي ابنك انت وفيه ابني ابنك يا برضو تقريبا بالاملائية او بالحروف العربية مكتوبة برضو بنفس الطريقة لو تبني ابنك البناء تمام المجلة دي هتموجهة للأباء والأمهات انا شفت المجلة فيها اقسام حلوة حاجات كتير بس احنا لازم برضو نفهم اكتر هم عملوا ده ليه الفكرة كانت منهين المحتوى بتاع المجلة ده لما يوصل الأباء والأمهات هل هيقبل ولا لا مستهدف شريحة معينة ولا لا مجموعة كده من المعلومات هنعرفها مع بعض لما نبدأ لقائنا معاهم وقبل ما نبدأ اللقاء نطلع بس لفاصل ونجع تاني لان احنا معانا خبرين نقولهم بعد كده نبدأ مع بعض حليقاتكم وشباب عليهم ورجعنا لكم ومعايا الخبر الأول من محافظة شمال سيناء انطلق فعليات القوافل التعليمية لطلاب الثانية العامة بمراكز شمال سيناء انطلقت فعليات القوافل التعليمية لمراجعة نهائية لطلاب الثانية العامة بشعبتها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية ومحافظة شمال سيناء وذلك لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العباء عن جاهل كل من الطالب وولي الأمر تمنى ان شاء الله نجاح ولدنا كلهم في الثانية العامة وإن شاء الله بإذن الله في السنين الجاية قضاء تماما على آفة الدروس الخصوصية الخبر الثاني هيكون من الزأزيق ستعت المهندسة لبناء عبدالعزيز نائب محافظة الشرقية منطقة توظيف الشباب برنامج فرصة والذي نظمت وزارة التضام الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل ومحافظة الشرقية ومنظمة العمل الدولية ودلك بمشاركة 20 شركة ومنشأة قطاع خاص لتوفير 2000 فرصة عمل للشباب من الجنسين الولاد والبناء كده خلصت معاكم الأخبار نطلع بقى فاصل سريع ونجعلوكم تاني ونبدأ مع بعض حلقتكم وشباب علاقة ورجعنا لكم ونبدأ مع بعض حلقتنا ومعايا الثلاثة ضيوف هما الثلاثة من جامعة واحدة وكلية واحدة وقسم واحد الثلاثة قلية الأداء بقسم الإعلام شعبة الصحافة معايا الأول مينة الله ثابت إزاي كمانا؟ أعلم بحضرتك معايا حمدي إزاي كمانا حمدي حمدي عبدالرب ومعايا هاني زياد هاني زياد هاني أنا أصلم بك الزياد أنا أصلك حمدي وإزاي كماني أعلم بحضرتك طيب الأول عشان أبدأ بس الموضوع كده يعني أبدأ مع مين فيكو عشان أسأله على ميكانو زي حضرتك حاول انتو تراتها زي بعض يعني آه بان فيش مشكلة بدأت بقى أولا ميكانو ابني ابنك بص يا ابني ابنك دي من جير ميكانو فهي ممكن تحمل معنايا ابني ابنك يعني ابني هو ابنك ابني هو ابنك ابننا وابني كنتي فهي تنزع بعض أو ميكانو اللي قال نعرفها كل زمان كانوا يلعب بيها اللي قال مكعبات وكان مفتت ممكن تكون قصد البناء بالضبط صح كده أنا غلطان آه إحنا المفروض يعني عارفين طبعا إن ميكانو هي الطفل كان بيلعب بيها زمان عشان يقدر يبني ويركب احنا اللي كلنا أو كلنا عشانتو ولعبتوش بالعب كلنا فكننا بنبني ويركب عشان يقدر يطلع الشكل اللي هو عايزه طلع فمن هنا جت لنا الفكرة إن إحنا سمينا المجلة ميكانو عشان نقدر نوصل كبان للأباء والأمهات إن الطفل ده بناء ليكوا هم اللي يقدروا يشكلوا عشان يقدر التشكيل بتاعهم هيطلع تشكيل كويس لو اعتمدوا طرق صحيحة في التربية بيقدروا يطلعوا الطفل سوي وكمان بناء ومسؤول طب لو اعتمدوا أسلوب صح في التربية أنت عندي كم سنة؟ آه 22 طب أنت أكيد قصدك أنك أنت بتدي نوع من أنواع التوصيات أو أنت بتدي يعني نقط لكن مش هتعديله على الكبار لا أكيد لا إحنا بنوجههم للطرق التربية الصحيحة عشان لو في اسلوب كلام حتى لو في المجلة لو أنت وجهت الحد أكبر منك وهو أنت صغيرة بـ 22 سنة طب يعني لا لا أكيد أنا فريد بنو بيلك عشرين سنة لا 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 مش هيل فعليجة تقول لي لي بس أعملك حتى لو أنا غلط محكم مقبلاش أكيد لا لا إحنا بنوجه بالطرق اللي بتواكي بالعصر بتاعنا فمن هنا جاءت لنا فكرة ميكانو الشعار هو جزء من الاسم ابني ابنك جاية من البناء مش اللي هو ابني ابنك يعني دوت معنا الشعار بالضبط بالضبط هو جزء من الاسم طيب حمدي المجلة الفكرة بتاعتها جاءت منين؟ مين فيك اللي بدأت الفكرة أو إزاي بدأت الفكرة؟ وإحنا كنا بنتجمع مع بعض وحددنا كذا فكرة يعني كان فيك كذا فكرة مطروحة بالفكرة بس إحنا حبينا نخرج برا الصندوق ونحبط حاجة فيها مشكلة في المجتمع وهو في كسور في المجتمع في الموضوع التربية فإحنا حبينا نغير الموضوع حال هذه الفكرة اللي قاتلكم طيب إنت طبعا شاركتوا من الفكرة ووافقت صح كده؟ طيب هو بيقولك حمدي يقولك فيه مشكلة في التربية تمام؟ يمكن خبراتكو في الحياة برضو لسه مش كبيرة تقريبا ممكن تكونوا تطالعين في الحياة تعمل سنين احتكاك بالناس ومش عارفه والكلام ده بجولة إيه اللي انت شفته خلاك تبقى تقول أنه فيه مشكلة في التربية ولا ديه مع بعض أنا كنت قاريته وشفته في الانترنت فبديته واستنتاج على ده الزيزات زيها يعرفت أنه فيه مشكلة في التربية الفترة ديت اللي قابلنا احنا ما نختار أصلا الفكرة قابلنا حقا كتير زي تشرد الأطفال لأنه فيه كثور في المجتمع محتاج حاجة لازم يفحيها عن التربية عشان المجتمع يطالع فيه طبعا الأطفال هم المستقبل هم اللي هيتطلعوا المجتمع لقدام ماشي فمحتاجين حاجة زي كده شفنا فيها يعني لازم يفحي تربية لازم يفحي تربية لازم يفحي تربية عشان المجتمع يطلع لقدام يعني مش انتا قلت جزء واحد ومش تربية قوي تمام؟ بس زي النقط التربية بتبقى أوسع من كده زي مولت من الكلمة صعبة فاهم انت نفسه دي يعني المستلح صعب قوي يعني انا مينفعش ايجا يقولك انا انا هربي كذا كذا او خد بالك بتربي ازاي انتا ممكن تدي النقطة وتوصيات مظبوط كده ولا انا غلطان صح؟ المعلومات المعلومات بس طيب اللي انا اخدت بالي منه انهم مجلب رعاية وزارة الشباب ورياضة واكتامية الباحث العلم مظبوط؟ بزرح طب انتو كانت فكرة وبدأتوا تشتغلوا عليها امتى وصلت لوزارة الشباب والرياضة واكتامية الباحث العلمي وعملو لها نعنوها علي سبونسورشيب ازاي؟ احنا هي الفكرة جات لنا ان احنا حبينا نعرف كمان احنا مش مهتمين بس بجانب التربية احنا اتكلمنا في المجلة عن حاجات كتير قوي اه من اخدت بالي منها بسيط عليها سريعا انتو اه احنا اتكلمنا جواها برضو عن الانشطة اللي الوزارة الشباب والرياضة بتعملها والمبادرات التنمية الرياضية اللي هما بيعملوها للاطفال يعني هما الفترة اللي فاتت او ولسه مستمرة كانوا بيعملوا مشروع كبيتان ومصر بيهتموا به بمهارات الطفل الرياضية ان هما اما 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 النموها المهارات دي اذا الطفل طلع يعني من ان ناشئين و هو صغير و من سن معين كمان بياخده من سنها حوالي من 7 سنو سنو او 10 سنو و كل ده كمان من غير مقابل مادي فاحنا لما روحنا عملنا اول مع استاذ محمد فوزي المتحدة سرئاسة بس الموزارة للشباب والرياضة وساعدنا جدا ويلاقنا منه دعم وكمان عملنا مع كزا حد من المديرين الفانيين بتوع كابيتانو فإحنا عرضنا برضو الفكرة على الوزارة إن إحنا محتاجين دعمهم وإن المجلة واخدين يعني الناس اللي إحنا واخدين منهم الرعاية هم قردي عامين معنا حوارات جواه المجلة واتكلموا معنا فيها وفاهمين التوتال أبتع ده بالنسبة للزارة الشباب والرياضة أه وكذلك برضو أكاديمية البحث العلمي طب أنا أعرف منه البحث العلمي مع الدكتور محمود صار أمان نقارع الجامعة التفل تمام احتكاك واقتناع أكاديمية البحث العلمي بمجالك إزاي؟ هو يعني هو أصلا فكرة الأطفال هو أجاب بها قوي لأنها فكرة مش مطروحة حدش ميتم بها في المجتمع دلوقتي فإحنا لما جينا عملنا مع موضوع عجبته قوي الفكرة وفي نفس الموضوع وزارة الشباب والرياضة لما عملنا مع أستاذ دكتور أشرف صبحي عجبته برضو الفكرة نعم خلاص سيبك مزارة الشباب والرياضة يعني دي تعمل منها أنا بكلم على الأكاديمية دلوقتي عرضتوا أي خام إن تُو عرضتوا أكاديمية البحث العلمي بنتكنولوجيا كان لما روحنا لهم رحنا لهم الموضوع نتكلم عن جامعة التفض حيل عشان نبين في المجلة بتستهدف ده بتستهدف ده أوو بنستهدف ده اوو طبعا جامع التفضل كانت من أليات أحد الأليات أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا فإحنا حبينا إن إحنا نستغر كل حاجة في المجلة عن جامع للتفض هما لما رحنا لهم بالفكرة أصلا مت sat petit. المجلة طبعا بيتكلمون معنا وعلى الفكرة وازاي. طبعا بيعرفوا كل حاجة عن المجلة فلعتنو عن الفكرة. ايه ابا اقبتهم? هم. هما قالوا فعلا نفس الكلام اللي هما فعلا المجتمع بيحتاجاك حاجة زي كده في فترة دي. طو حاجة جديدة مش موجودة. مش موجودة لله koleальных نوعill فكرت المجال مش مجلة تربوية? احنا اول مجلة تربوية. اول مجلة تربوية. طيب انا اخدت بالي من حاجة انه المجلة خامتها كويسة. خامتها كويسة جدا. معنى كلام خامتها كويسة ومصروف عليها. جدا. ايه من عارف. الوان ومش عارف ايه. والكلام ده كله صور كتير جدا صور بوضحة. يعني تمام? معنى كده انه في نوع من نوع الدعم الموجود معاكم. ولا انا غلطان. اكيد مش تكلفتكو دي لوحدة. لا. تكلفتنا الوحدة. يعني ايه. احنا المجموع بتاعت المشروع التخرج احنا مش لوحدين احنا عشرين. احنا دفعتو كما يا شبابنا. احنا دفعتو مبلغ محترم. اصلا احنا مش واخدين المجلة كمشروع التخرج. هي تجربة كانت حلوة قوي احنا مرينا بيها. تعلمنا وفهمنا وتعاملنا مع مصادر وتكلمنا معهم. خدنا افكار هتفيدنا احنا. يعني اكيد انا عبقى في يوم هبقى ام اكيد هو هيبقى في اب قدام. فاخدنا فكريات وخبرات كتير قوي هتفيدنا قدام. فهي بصرحة كانت تجربة حلوة جدا وتعاون برضو من زمايالنا. يعني كانت بتعملها لنفسك. بالضبط احنا عمنا. هي الحب والتعاون باين على المجلة زي محضرتك قلتنا. احنا كنا متعاونين وبنتعامل مع المجلة بكل حب. وكان كل واحد يعرف عامل حقا كان بيعملها. يعني مسلا انا كنت بعرف اصور. بس مش مكتوب في تيم التصوير. كنت بانزل اصور بساعد مفيش مشكلة. اه اه كل واحد بيعمل لعليه. اه كل واحد بيعمل لعليه وزيادة. مش معنا بس اه برضو خد بالك يعني برة من اسس التربية برضو تمام? ان كل واحد اللي اختصاصه. يعني انا انا احمد مسلا. انا ممكن اكون عندي القدرة على عمل حكتين او تلاتة هنا قول التلفزيون. بس انا اختصاصي كزا. انا مش هتحرك عنه. اه في ورا فيه ورا فيه كاميرا فيه ديكور فيه اخراج فيه اعداد. انا ما اتعداش عليه. يعني لو اتعدت عليه وممكن هيكون عندي القدرة. تمام? بس لا اتعد عليه. لو اتعدت عليه هيحصل انهيار المنظومة. وانا غلطان. تمام. فاللي انت بتقوله ده انا كلمة واضح جدا. ده حاجة من اساسيات العمل. فانت بتقول كل واحد بيعمل لعليه الكلام ده عشان تطلعه المجلة. مزبوط? تمام. لو طلعت في الحياة من اللي انت طلعته في المجلة دي. وتعلمته منها وفهمته منها. هتعمل ده برض? هتدخل في جزة مجال? ولا هتشتغل في تخصصك فقط? تخصصي فقط. بالزبط. مواضيع انا بس اهل عليه. عشان ما تبقىش الدنيا صحيحة. تمام? اهو الفكرة ان كان فيه ليدر معنا. اسرق معنا في التيم. اوكي. كنا مسلا انا انا زي مواطنة حاجة بقاف اصور. بس مركز اوه في المواضيع. مش مكتوب في تيم التصوير. بس لو في حد محتاج دلوقتي. بتدخل وترجع. اه. طب اجنعان مش موجود تفاص ممكن زيادة روحة. وترجع تاني. فيه نظام. وبرجع تاني. بنشيل بعض. يرجع لمكانه برب. برجع لمكانه. اه. كل حدي مكانه كذلك. موقعت ده الفترة ليت. كان مسلا كان فيه. فيه قيادات. كان فيه هادي ودينا وانجي. كان هما اللي بيصوروا. شايماء. كان هما تيم التصوير. فساعات هما التلاتة في مواضيع مش فاضية. وفيه دلوقتي يتيم تاني او حدي تاني نازل يامل موضوع. فمش حدي يصور معي. فانا المجلة العبارة عن ايه. هو احنا عاملين كل حاجة عن الطفل. احنا عاملين تسع اقواب. ايه هم? باب عن الصحة اسم روجيتة. باب عن الرياضة التفل اسمه التمرينة. باب عن التربية الايجابية اسمه ابن ابنك. باب ازاي تصحح مفاهم طفلك اسمه صحح مفاهمك. آآ باب عن آآ قادرون باختلاف اسمه طوكة نور. آآ تمام. باب عن جودة دولة اسمه ايد على ايد. آآ باب عن المواضع الشائكة للاطفال زي الختان والثقافة الجنسية وكده اسمه شخصي جدا. تمام. اه. اه. في ملف في العدد عن التكنولوجيا. ده في النص. او في بيتنا. في بيتنا فنان. اه. بتتكلم عن ازاي الفن وتأثير الفن نفحى التربية. تأثير ازاي على الاطفال. حال. طيب اه انا اخدت بالي هنا في المجلة برضو. يعني قليبت فيها سريعا كده تمام. في مثلا باب انتو كتبين عنوانه بالشعلوب. انا عارف انهم قصود. ملف العدد. تمام? انتو كتبينة هي ممكن تكون نوع انواع شد الجذب النظر. يعني انتو بتلعبوا برضو بطريقة الكلام والكلام دوت كله. ولا عملنا كده نوع من انواع الفنتازيا كشباب. هي ممكن خدناها كفنتازيا فعلا. صح? او. انا سيبينة. ما انا بولك انا ده انا حزوك كويسا. بس. فليت ملف العدد مكتوبة عكسي. معكوسة. ففي احيانا فيه اتجاهين. فيه اتجاه فانتازيا كده بيعملها ازاي. تصميم. مش فانتازيا تصميم. تمام? وفيه النوع التاني نوع اللي هو الجذب. ما انت بتشد ازاي? ممكن تشد ازاي في المجلة. لا بالصورة. لا بتكبر اللي قدامك يبص ايه الكلمة دي? احنا برضو لو حدك قلبت اكتر هتلاقي مسلا يعني فيه لعب للاطفال. شفتها. اه الحاجات اه. احنا عاملين كزا حاجات قوي فيها يعني كذب قوي ونية تجذب العين القارق ونفس الوقت مبهجة. مش مش مجرد داش كلام موجود وحاجة احنا بنوصلها وخلاص. لا احنا عاملنا بشكل موبكت شوية. عشان كي احنا صار فينه مكلفين علي قوي. طيب اه انت ورتدي كلمة مهمة جدا او انت ولته كلمة مهمة بس كان في شخصك انت دلوقتي. اه ان المجلة دي موجه للاباء والامهات. تمام? اللي هو الكبار عشان يوضعه نقاط معينة في التربية وبسارة بيه التربية الجديدة والقليمة والفلمة بينهم والكلام ده كله. وبتدوا اقتراحتك واقتراحت الخبراء. تمام? هل وسط الكلام ده كله وسط الزخم ده كله? وعملت لقات مع العباء والامات. يعني كنت لازل تكون عارف دماغي اللي قدامك الاول قبل ما تدينه. يعني فيه موضوع. تفاهمي ناصة دي? انت عشان افهم دماغك افهم الاول بعد كشفة دي لك ايه? فضل. فيه موضوع بتكلم عن العنف الاسري. احنا كنا جايبين رأي اخصائيين وجايبين اسر بتستخدم العنف. حلو. واسر ما بتستخدمش. حلو. يعني عاملين زي اتعاملت مع اصر. مناظرة. ماشي كم. في معرض الكتاب لما نزلنا برضو كنا بنغطى حاجات جوة عملنا مع اصر. جوة معرض الكتاب. حلو. برافو عليك. يعني حتى احتكيتوا بالناس اللي جوة في معرض الكتاب اللي هما الضيوف العادي. في قدرون باختلاف. احنا نزلنا الاهالي الناس اللي هما مشاركين في قدرون باختلاف. كان فهد والريتياج والناس اللي هما اشاركوا في حفلة. تمام. احنا اتعاملنا مع اهالي. ما انا اقصد ان تاخد فكرة عن الابا والامات بيفكروا ازاي? عشان تعرف تكتب حاجة توصل لهم. مظبوط? طيب. اه زياد. بالنسبة للخامة اللي مش هني اسف. الخامة الكلام. اللي هو موضوع الكلام. تمام? بمعنى. الف مجلة انا شفتها خدت بالي هنا انه كنت فيه جزء بتكلموا فيه بالعمية كانوا مصري يعني. بالبلدي كده. وفيه جزء كان موجود باللغة العربية سليمة. على اساس بتختار لتغير اللغة هنا في المجلة. فيه مواضيع معينة محتاجة لما انها ناتكلم بلغة العربية. واش尚 كنا حابين ان انها نتكلم بالعمية شوية. خط به لي فيه الجزء فيه مواضيع معينة اتتكلمنا بقى بالعمية ومواضيع بلغة العربية. بس كنا بنركز اوعى لغة العربية حتى فيه. حتى فيه حتىラchnاء الفيسبوك بنركز اوعى لغة العربية. وفيه اصلا موضوع بيتكلم كنا عاملين موضوع في مجمع اللغة العربية. احنا نحن نحن نركز ان احنا برضو نعلم الاطفال للغة العربية بتاعتنا. صح. مهمة جدا. مهمة جدا. طيب اه بالنسبة منا كابينت انا اخدت فاري انه المجلة بتحتوي على العديد من الالوان. اوكي? كتير. وتقريبا لو انا بصيت كمان برة ازاي الفهرس هي متقسمة الوان. يعني هل الالوان دي هات مقصودة انا كنت تقسمه كده بالقطاعات بالوان والكلام دي هات كله للجذب ولا برضو جدت صدفة في التصميم. لا لا اهي الفكرة ان احنا كل باب حبينا ننوع فيه بناء على الكلام او على الباب بيتكلم عن ايه. احنا ده كنا قصدين فيها احنا زي مثلا باب بتاع صحح مفاهيمك. او مثلا باب زي جودة الدولة. فالمخرج كان ليه وجهة نظر برضو ان هو يعني يزبط لنا الالوان على حسب شكل الجاب. دورت المخرج. ايو محاكد. المخرج ده من كنتم. او احنا المفروض ان احنا بنتكلم بنتناقش مع المخرج المفروض بيخرج لنا المجلة. اه. بناء على انا الباب شكله كزا. فاحنا حابين مثلا نعمل الوان كزا وكزا. تمام. فاحنا بنتكلم في النقطة دي اللي هو احنا على الباب شايفينه كزا مش عايزين بيبقى الالوان مثلا مش لايقة على الكلام اللي موجود. تمام. فده كان بيبقى طبعا بمشاركة بابين احنا قصدين الموضوع ده عشان نخلي المجلة زي ما قلت لحضرتك شكلها لايت كده وخفيف ولايقة على التوبك اللي احنا بنتكلم فيه. تصميم المجلة. تصميم المجلة شكلا وموضوع عن تصميم الولاية في الكلام ده كله من كنتو? انتو لو صممتو الكلام ده وتقوله بينكم من بعض ولا في حد مصمم من بره وضي تقوله الافكار? هنقولي الافكار فعلا. كان في حد مصمم من بره. مشاركنا في الموضوع بره. اه يعني انتو بتنقلو الافكار كلها ويحط الفكرة. هو مجرد سعيدنا بس. 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 طيب اتا قلت لي من وسط كلامك كده وبتلي السوشيال ميديا. مم. السوشيال ميديا طبعا من الحاجات الرئيسية دلوقتي. اللي بتوصل اسرع. بلاقي في الكل من الحاجات الرئيسية مع الحكومة. مش معنا احنا. يعني حتى مع الحكومة. اه. تمام? فبتستخدم. السوشيال ميديا بتستخدم عالميا اولا تأثير خارجي والكلب ده كله. ما عفش بتطعفه موضوع ده ولا او حضرته. حتى كان لها تأثير في الانتخابات الامريكية والروسية من عشر سنين. مم. تمام? فالسوشيال ميديا لها ضرور عملاق يعني. في حاجات تأثير عن مجتمع. اتعاملتم عالسوشيال ميديا ازاي? مع المجلة ولا لسه? لأ طبعا اتعاملتم ازاي? اعملنا عالفيسبوك وعالانستا. وطبعا باسم المجلة ميكانو. تمام. وبدأنا ننزل بدأنا نحط كزا حاجة. يعني مسلا نحط معلومات ونصايح. تعملت الاول مع سوشيال ميديا قبل ما تعمل المجلة? لا. ولا بعد? لا طبعا بعد. بعد ما خلاص. طب ليه ما تعملتش قابليهم التممكن برضو تقدر تستقرق افكار منهم عشان تعمل المجلة. الفترة دية كنا. سنت بالترتيب. بس الفكرة في النقطة احنا كبانات. برضو بالترتيب ما ينفعش نعمل مع بعض. عشان الفكرة توصل. الفترة كنا مجهوين جدا في نحن نعمل المواضيع. اوكي. فلما بنخلصها و بناخد خلاص يعني زباطنا الدنيا. نبدأ بقى نعمل بيج. ونعرف في الناس احنا الحاجة اللي احنا عملناها. يعني يبقى فيه ماتيريا الفيان حصل. حاجة تتكلم عليها. فيه حاجة مسكة فيه دك. اوه. وحاجة احنا اتبعنا يعني. نخلي بقى منا تنطل. انا كنت هضيف حاجة. بس احنا يعني احنا كبانات كان فيه كزا حد عندنا في الجروب. عشان نعرف برضو دماغي الاهالي ايه كنا مسلا بنشارك في جروب الموامس. مو ده اللي لسه ايلول زيادة. لا اوه قبل قبل المجلة. احنا كنا قبل اول ما خلاص قرارنا ان احنا نعمل عن التربية قبل ما ناخد اي خطوة كنا بندخل نشوف الاهالي دماغها فيها ايه. ايه. ان اوه الاهالي مسلا بتتكلم انا عندي مشكلة مع ابني في كزا. فكنا بنقرأ الافكار بتاعت الاهالي بناء على كده بنبدأ بقى نتكلم. اللي هو مسلا المشكلة الشائكة دلوقتي انا مسلا الاهالي بتتكلم ان الولاد بيعودوا كتير قوي على السوشيال ميديا. ناسيبك المشكلة ديت انا رايح ليحمد فيها. اه. طيب ماشي. اه. فهي المشاكل زي كده كنا بنقرأ الاول افكارهم. بعد كده بقى بدأنا اول ما مسكنا التوبة يعني موضوع موضوع. حل. بدأنا بقى نخصص على الصفحة. صح كده. يعني انتو في الاول زي ما انا تكلمت مع زياد. انا كنتو في الاول رميته. ابو الزبط. بالزبط. برافو. طيب. اه. انت مش عايز تتكلمين. انا انا مش عايز اخش. طيب انا هسألك سؤال ما تردش. تمام. خالص. عشان انت بتغطيه. ولا انت. حال. ايه اكتر المشاكل اللي انتو شفتوها في السوشيال ميديا او في مقابلات عادية. انت شاف ان هي ظهرة اوي في مقتبعنا. رأيك الشخصي. يعني هي مسلا مشكلة اللي هو مسلا. عمدن ابن عصبي. بسمعش الكلام. حال. مش عارف السوشيال ميديا برضو مسيطرة عليه. مسيطرة عليه. مش مسيطرة. اه اه. بيمسك تلفون مسلا رقم كبير قوي. حال. تيك توك برضو دلوقتي يعني نعملين تحقيق اصلا عن تيك توك. طبعا. وكده. فاحنا كان هدفنا اللي احنا نحاول نعالج الحاجات دي. احنا بلوجه الاباء والامهات احنا جايبين الناس كبار او في مجال التربية بنقولهم هو ده الصح. ده بنسبة الولاد. طبيت اكتر مشكلة شفتها والسؤال ليك انت بس لوحدك. ايه اكتر مشكلة شفتها في الاباء الامهات؟ مشكلةة في الاباء والامة هدف? اه يعني الان باه. بيهتموش بيمركزين في شغلوهم. طبعا اللي انت مش مronkis مع ابنك. فيه برضو مشكلة في الاباء اللي الااب بفاكر اللي هو التربية على الام بس. اه. انا مبشاركش. اه. اه. هي التربية مشاركة. فيه اللي هو العنف طبعاً لانت بتستخدم العنف لانت انا في برضو مشكلة اللي قلت انا بقى ربي زي ما تربيت. طب حيلاً. انت اخدت مني السؤال انا كنت عزو لولاك دلوقتي. بس مش هبدأ به. هبدأ بالزياد. تمام? انت بتنقل فكرة تربوية. وبتقترح له. وبتسمع مشاكل نفسي. زي ما انتوا نزلتوا وزي ما مننا قالت كده. وكلنا بلا استثناء. تمام? في مشاكل عندنا. كلنا. ما فيش حد ما اه تمام? ايه اكتر مشكلة زياد كان مركز ان يتكلم فيها لانه تأثر بها. اللي انت شايفها لا انا مش عايز حد يتعرض دي. ونجحت خلاص انت عرفت السيطرة عليها. في مشكلة زي مشكلة. نفس السؤال لك على فكرة. جاهزوا. في مشكلة زي مشكلة السوشال ميديا. هي اللي اللي نركزت عليها? انت اتأثرت بيها? انت فهمت انا اقصد ايه? ايه المشكلة اللي ممكن تكون انت. اه. اللي انت اتأثرت بيها كزياد وانت صغير فانت مش عايزة الصغيرين اللي تأثروا بيها برضو. لأ سوشال ميديا ما صارتش بيها انا صغير. هي. المشكلة برضو في موضوع انا اشتغلت عليه. يعني مسلا المشاكل اللي بين الاهل. اللي في البيت. اللي ايه? اللي بين الاهل. بين الاب والام. حل. ما يخليش الابن ياخد باله من مشاكل ديت. صح. صح. طبعا. طبعا. ما لو اخد باله. المشكلة في اوضة. يدخلوا فوقتهم. اه طبعا. حلوا المشاكل بعيدا عن الولاد. يعني عشان برضو الولاد لو مسلا شافوك نفسيا. صح. صح جدا. وكزا حاجة. اه اتأثروا. فدي ركزت عليها. اكتر مشكلة انت منكز فيه. اه. نفس السؤال ايه اكتر مشكلة انت ونفس السؤال ليه كي برضو. اكتر مشكلة انت ركزت عليها ممكن تكون انت شخصيا الحمد يتعرض ليه. او اتعرضت ليه عادي كلنا انت لو صارتين هقولك. ايه? مشكلة مسلا لو مسلا اللي هو ابنك المفروض انت بتصاحبه. بتعامله مسلا الموضوع بيبقى موضوع اللي هو متابعة مش ركابة. فهمت. يعني مش بدخل في حياته. فهمت. فهمت. انا مش بدخل في حياته. فهمت. فهمت. بس انا مجرد ببرشده بس. ده اكتر حاجة بركز عليها. ممكن تكون اتأثرت بيها فعايز تحلها. اه. تمام. منا. هو مشكلتين بسرعة. وليهم بسرعة عشان تمك دقيقة. طيب طيب. اه ان هما الاهالي وده معين شخصيا. ان هما بيتأثروا. او الرجالة قالوا اللي عندهم شخصية. او التربية التقليدية. ان هو يعني مسلا ببايا امامتي التربية بتاعتهم اللي تربوا عليها هو هو اللي بيطبقوها معنا. فهمت. ما فيش اختلاف الاجيال. او. فهو احنا العصر مش هو هو. يعني لازم. انها تاني مشكلة برضو لزيادقة لان هو انا مش هحبه المشاكل تبقى قدامنا. لان ده هيأثر برضو على الاطفال وعلى النفسية. طبعا. طبعا. بس هما ده مش كده عشان الديامة. طبع عرفتوا انتو التلاتك كده في نفس واحد تحلوا مجموع من المشاكل. طبعا. شفت ردود الفعل ايه? بسرعة. بسرعة. انا لقيت ان هو في استجابة الحمد لله. في استجابة. حتى على السوشيال ميديا. في ناس ابو بيخشوا يشكرونا وكده. والبور. كنا بنذكر اوصل المعلومات دي على السوشيال ميديا. بما اننا بسرعة. فكنت متابع. فيه فعلا استجابة كويسة جدا. تمام. وفيه استجابة من الاباء والامهات برضو. طبعا. يعني في ناس. احنا بس اذكر نقطة. احنا اول مجلة لها بودكاست. فالبودكاست كنا طبعا ليه ساونت. وبنزره على الفيسبوك. اه. 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 فكنا بناخد طبعا مواضيع من المجلة. صح. بنعملها. وفي نفس الوقت بنشوف الاهالي والناس على سوشيال ميديا محتاجة ايه. اللي هم عايزين ننكز عليه نعمله. طيب سؤال يا خير ليه كنتو الثلاثة. اه. ده مش هتخارج. انت هانيين ان شاء الله تكملوه. ان شاء الله. ولا بعد اصدبوها باسم الله. لا حتى بعد اخارج عاملها قيعاني. تمام. اه. خلاص. لا ان شاء الله احمد يعني هدفنا ان ميكانو تبقى في كل بيت وان يبقى ليها بدل عدد واحدة. هتكملوها. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله امت أمت اعودو دخري. نعم تجيب فلوس ازاي. ما ان انا بتكلم معاكم هودو غرية. تمام تجيب فلوس ازاي. تجيب عربية اتجاوز. لا. هتركز مع شغلك ببه. هو انا او انا حابط حاجة زي كده. حتا لو رحت في مجال بره مجالة. çalış الميدا. وا انت. لا طبعا انت. هتكمل. انت عنا انت عنا. سوش اميديا هتكملوه. انت؟ ان شاء الله او فكرة دفوقة في المجلة عن قريب لما تكبر ولا ما فيش هي كده التسعة لا احنا شغالين على حاجات كتير اول سرب انا بكيش يا من البنات هنالشوف الليب على بعض لا انا فيها فكور كتير فعلا المجلة كتأضر انا عايز فكرة واحدة انتو عايزين فيه حاجة هدفوقة او لا بس او هنضيف ولا كده تمام التسعة لا لا هنضيف بس مش عايزين نحرق هنضيف الراجل ده كان هيحرق لا مش هنحرق لا مش هنحرق احرق احنا احنا هنحط الاي اي في المجلة ارتفاشل انتليجنس ممتاز زكاء الصناعي وانت انا مش عايزين نحرق قوي اوه الاخوك اه ان شاء الله يبقى فيها افليكيشن برافو عليك ان شاء الله صح صح شاطر صح بالعكس باي ساعد ان شاء الله هنطور ونشتغل اكتر طيب برافو عليك يا زياد انت وحمدي ومنا وتشرفت فيكم جدا شرفنا وحضرنا جدا وعطاك دكتر واحد عينة دا فيكم رجل دا صح اطيابكم الراجل الغالبان اللي هناك دا صح وانت السوسة بتاعاتي شكرا شكرا جدا يا زياد وشكرا جدا يا حمدي وشرفتونا جدا بكده خلصت معاكم حلقتكم النهاردة للشباب على الهوى وفكرة ميكانه وفكرة حلوة جدا انا اتمنى ان شاء الله باذن الله ما يبقاش مشروع تخرج بخالص خلاص وراح لطريقه زي ماهما بيتمنوا ان شاء الله هيعملوا وتبقى مكملة ان شاء الله على طول والافكار الجديدة اللي قالوها تطلع للنور خلصت معاكم حلقتكم النهاردة استنونا حلقة دي دا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته